اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله عام سعادة وخير وبركة عليكم بما انه بدأ عامكم من الان طبعا رح يمكث القمر الشمس في برج الدلو لغاية يوم ثمنتاشة اثنين لغاية الساعة اربعة واثنين واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينج طيب الان في اشخاص بيسألوا بولك طيب الشمس هذا احد النيرين يعني القمر والشمس هذولا هم اهم الكواكب بحركتهم السريعة واللي بعضه تأثيرات مباشرة على جميع الابراج خلينا نوخذ فكرة بس عن الشمس ايش صفاتها الشمس صفاتها الطموح والصراحة التفاؤل الجراءة الكرم الدينماكية القيادة الاستقلالية ولكن من سلبياتها الغروب والانانية والديكتاتورية بما ان الشمس هي اساسا يعني مكانها الاساسي بالاسد يعني مقابل برج الدلو تماما فاذا في هذه المرحلة بنعتبر ان الشمس دخلت على وبالها اللي هي اضعت نقطة لالها لانه مقابل البرج الحاكم يعني انها فقدت من طاقتها تلقائيا فهي في هذه المرحلة بتكون باضعف حالاتها هذا واحد اثنين لازم نعرف احنا الزوايا الفلكية اللي راح تشكلها الشمس مع برج يعني مع الكواكب الاخرى عشان نحكم على السعادة والنحوسة تبعتها خلال هاي فترة هذا الشهر اللي هي راح تنكث فيه في برج الدلو عشان نقيمها انها هي سعيدة راح تكون في برج الدلو ولا راح تكون منتحسة في برج الدلو فالزوايا الاساسية اللي راح تعملها هي ثلاثة زوايا الزاوية الاولى هي زاوية يوم ثلاثة وعشرين واحد هي زاوية اقتران ايجابية بين الشمس وبين عطارد المتراجع ولكنها تعتبر زاوية ايجابية هاي الزاوية تأثيراتها هالمرة هاي راح تستمر اللي هي تقريب الثلاثة ايام يعني من يوم اثنين وعشرين واحد بعدين يوم ثلاثة وعشرين بيصير ذرعتها وبتستمر ليوم اربعة وعشرين يعني ثلاثة ايام من اثنين وعشرين لأربعة وعشرين هذا بيعني انه هذا الاتصال بتتعزز قدرتنا الفكرية اكثر وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية كانت صعبة علينا او تعذر علينا فهمها في الفترة السابقة وبيزداد التوجه لاجراء الاتصالات والتناقلات والسفريات الضرورية بهاي الفترة او حتى النقاشات والحوارات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية زاوية خطيرة جدا رح تكون يوم ثلاثين واحد هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين اورانوس وهي زاوية رح تستمر تأثيراتها ذروة تأثيرات اتصالها من يوم ثلاثة وعشرين واحد ليوم ثلاثة اتنين طبعا هاي بما انه الشمس اللي الها علاقة بالقيادة والحكم والجيش والملوك والامور هاي وارانوس اللي له علاقة بالمفاجآت والاغتيالات والثرواء والثوراء يعني هدولة اتنين بدهم يشكلوا زاوية صعبة طيب شو صفاتها او شو بتأثر علينا بيتمرد بعض الاشخاص وبيتصرفوا دون اكتراث للعواقل يعني بيعملوا اللي في راسهم وبيهتموش انه هي منيحة مش منيحة بتجبلهم مشاكل ما بتجبلهم مشاكل ما هم يعملوها كما انه بيتمرد بعض الابناء على اهليهم في هاي الفترة بيسمعوش كلامهم بيعصوهم بيخالفوهم بيواجهوهم اشياء من هذا الوقت وغالبا لما بتصير هاي الزاوية بصير بعض الثورات او الانقلابات العسكرية او الاغتيالات دائما في مثل هاي الوضعية في حدث كبير الوعلافة بهاي الامور بيصير فعادة احنا شو مهول بدول من الدل هاي الزاوية على تغييرات او ازمة مفاجئة في حكومة ما واحتمال اضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وبرضو بدل كذلك على حوادث طبيعية مدمرة كعواصف زلازل امور الها علاقة بالطائرات وامور الها علاقة بالسكة الحديد اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية اقتران برضو هاي زاوية الاقتران برضو سلبية رح تكون بين الشمس وبين زحل وهاي برضو نفس الشيء لها قدرتها وانه بتتشكل برضو في الفترة اللي رح يكون في زاوية تربيع برضو فهاي الزاوية رح تكون هي يوم اربعة اتنين زي ما حكينا ولكن هي رح تبلش تأثيراتها من يوم واحد وثلاثين واحد لغاية تسعة اثنين بتخلق مصاعب واعراقيل بتحتاج منا ان نبذل جهد والتصميم والارادة لتجاوزها اما دوليا فهي بتدل على تراجع اهتمام الحكومة بمؤسسات الدولة وتراجع المنتوج الفلاحي وقطاع التعديم والمناجم والصناعة الثقيلة واضرابات في البورصة وبرضو اضطرابات في البورصة وقلها باهتمام الحكومة بدور العجزة والتقاعد والفلاحين وعمال المناجم او عمال المياومة وتضييق الخناق الامنية على الشعب كما بتزيد من نفوذ المحافظين والتطرف والتحصب لدى بعض الجماعات طيب هنا لما نيجي بدنا نحط النقاط على الاساس اننا نشوف انه الشمس رح تكون في الدلو سعيدة ولا منتحسة فبدنا نيجي نقيمها نيجي اول اشي بما انها في وبالها فهيكي فقدت كثير من النقاط يعني اخذت كثير من طاقتها فعشان هيكي طاقتها طاقة الشمس ضعيفة والان لجينا انه في عنا زاويتين قويات سلبيات رح يتشكلوا وهدولا تقريبا معظم فترة وجود الشمس رح تضل الزوايا هاي متشكلة او اغلب الوقت فعشان هيك بصير عنا زوايا انتحاس ومكان ضعيف معناته الغالب على وجود الشمس في برج الدلو اغلب الوقت رح تكون منتحسة خلال الفترة ما بين عشرين واحد وثمنتاش اثنين رح يشعر موليد برج الدلو بتحسن بيطرأ على صحتهم ولكن تدريجيا يعني بمعنى اخر كل ما بيجي عيد ميلاد شخص من موليد برج الدلو بتعني هاي بداية الفترة الايجابية بالنسبة لالوقت مش يعني من يوم ما دخل الشمس على الدلو موليد يوم سبعتاش اثنين بدهم يقولوا ها ما انت قلتلنا انه رح نتحسن لا بتتحسن من يوم سبعتاش اثنين انت تصاعديا بتبلش تخف عليك الضغوط من يوم دخولها كل يوم اخف من اليوم اللي قبله لغاية ما ييجي عيد ميلادك بعدين بتبدأ انت في عامك الجديد عام الخير والبركة ان شاء الله وبتصير الاشياء واضحة اكثر بالنسبة للك وبتصير السنة واضحة بالنسبة للك خطاها كيف انت بدك تمشي فيها بصورة عامة وجود الشمس في برج الدلو بيترك اثار ايجابية على موليد الابراج الهوائية والابراج النارية يعني الجوزاء الميزان الحمل القوس واضعفهم اقلهم طاقة الاسد لانه مقابلهم تماما اكثر الابراج عرضة للمتاعب الصحية هم موليد برجي برجي الحوت والعبراء بعدين من يجي من حط فين خسين الاسد لوجود الشمس في برج الدلو تأثير ملحوظ على كافة موليد الابراج عشان هيك لازم نحكي عن كل برج ايش الاشي الاساسي اللي بيأثر عليه وجود الشمس في هذا البرج يعني في برج الدلو فلما بنحكي بنحكي عن برج وعن طالع فعشان هيك انت اللي نفترض برجك الحمل وطالعك العقرب ما تقول انا شو بدي اسمع بتسمع الحمل وبتسمع العقرب وبتدمجهم مع بعض بتطلع بتوقعاتك انت هذا الاشي اللي بيتعلق فيك ما تقولولي برج الباطني وبرج القمري وبرج المشعارة في ايش ان احنا هنا بنحكي عن برج وطالع فعشان هيك لما باجي بحكي برج الحمل واللي طالعهم حمل الثور والثور البرج واللي طالعهم ثور الجوزة نفس الاشي بس هاي ملاحظة عشان تاخدوها بعين الاعتبار برج الحمل ابنين شطوا اجتماعيا وبيتعرفوا على اصدقاء جدد بهاي الفترة هاي فترة اجتماعية عالية جدا وممكن كثير من المناسبات تكون عندهم واللقاءات الاجتماعية او يتجمعوا الاشخاص اما عندهم او حولهم ولكن لسلبية الشمس في اغلب الاوقات هاي الفترة بيكون فيها نوع من انواع الاضطرابات في علاقاتنا الاجتماعية وصداقاتنا ممكن نتعرض لبعض المنافسات المهنية وهاي فترة غير مناسبة للشراكات وخصوصا عندما تكون الشمس منتحسة برج الثور بيستفيدوا في مجالات العمل خاصة الاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا ممكن يعززوا علاقاتهم مع المسؤولين في كثير من موليد برج الحمل ممكن يتسلموا منصب جديد او ترقية او ترفيع او مكافأة او شهرة ولكن في فترة نحوسة الشمس بيحتاجوا لانهم يبدلوا جهد اكثر لتخطي وتجاوز العقابات والناس اللي ممكن يكونوا بيخاروا منهم او بيحسدوهم او بيحاولوا انهم يعطلوا عليهم ففي بعض العقابات في بعض الخلافات لازم انهم يبدوا لجهد لا يتجاوزوها وهاي الامور ممكن هي اللي تقف في طريق نجاحهم وتحقق طموحاتهم فعشان هيك بدهم يركزوا بشكل جيد برج الجوزاء بينشطوا في امور الها علاقة بالسفر البعيد بالاتصالات البعيدة بامور الها علاقة بالهجرة بامور اللي بيشتغلوا بمجال التجارة والاستراد والتصدير هذولا برضو بيستفيدوا الطلاب اللي بيدرسوا على مستوى الجامعة او ما بعد الثانوية العامة برضو ممكن استفادتهم حلوة في ناس رح يخذوا دورات جديدة او يتعلموا اشياء جديدة والاشخاص اللي عندهم قضايا قضائية هاي فترة مناسبة برضو لهم وتكون لصالحهم هذا القضايا ولكن بدهم يتجنبوا فترة نحوسة الشمس يتجنبوا الدخول في مشاريع كبيرة وهاي الاشياء ممكن يتعرضهم او يعني يكون فيها نوع من انواع الصعوبات في علاقاتهم وخصوصا مع الغرباء والاجانب في الايجابية ممكن يتعرفوا على اجانب او يتعاونوا مع اجانب ولكن في السلبية ممكن تصير بعض المشاحنات ما بينهم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان هنا ممكن يحصلوا على مبالغ من المال اللي بتجيهم من شراكة او تعويض ولكن ممكن شريكك او زوجتك الكريم او زوجك الكريم يميل للتبذير لتبذير امواله بالفترة هاي او انه الاموال المشتركة هاي ما يعرفش ادارتها او يحسن ادارتها فيتصرف فيها بطريقة غير مبرغرة فتكون سلبية فهاي بتعمل نوع من انواع الصعوبات بترتبط بدين او بارث برضو يا اما تحصيل يا اما حل بعض الامور هاي فبتسوي لهم بعض المشاكل فيه بصير برضو فيها نقص من الحيوية طاقتكم بتكون ضعيفة موليد برج السرطان بس افضل من الشهر الماضي عشان هيك حاولوا انه برضو اللي بشعر باعراض غير طبيعية بالفترة هاي من امراض او وهن او تعب انه يراجع الطبيب ما يهملها على اساس انه هاي برضو فترة لسه من مراحل المقابلة برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا هنا بيعززوا شراكاتهم في العمل في العاطفة اه في منهم ممكن يرطبطوا في منهم ممكن يخطبوا بالفترة هاي او يعقدوا قرانهم او يتعرفوا على شركاء المستقبل فهاي فترة ممتازة جدا او يبدأوا بعمل جديد مع شراكة مالية جديدة وممكن يصير فيها نوع من انواع المصالحات ما بين الازواج المتخاصمين ولكن في فترة نحوسة الشمس هنا ممكن يصير فيه نوع من انواع الخلافات فبتدل على اضرابات في علاقاتكم الزوجية او مع شركاءكم بسبب انانية الطرف الاخر او بسبب مسائل يعني لها علاقة بالاعتبار الذاتي بركب راسه خلاص من غر في مكانته فممكن هو يعني انه شايف حاله مش غلط فهذه بتسبب لخلافات كبيرة مع موليد برج الاسد كما انه هاي الفترة ممكن تجدوا صعوبة في اقرار وجهة نظركم بشكل واضح واتتلقى استحسان عند الطرف الثاني برج العذراء تتاح الفرصة للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبيعززوا علاقاتهم مع الزملاء فهاي فترة ايجابية جدا ممكن انه عملي جديد او ترقية او ترفيع او يعززوا العلاقات مع زملائهم بانجاز بعض الاعمال او يطير في صداقة اكثر وراحة اكثر بالتعامل مع الزملاء ولكن بدهم ينتبهوا من امورهم الصحية او على امورهم الصحية فالفترة هاي ممكن تدل على بعض الوعكات الصحية اللي ممكن يعني تستمر فترة ايام مش يوم يومين يعني تصل لها مدة اسبوع تقريبا فعشان هيك بتكون تحافظوا على صحتكم لانو طاقتكم بتكون ضعيفة في هاي الفترة كما انو هاي الفترة تعرف بعض المتاعب في اعمالكم اليومية يعني مش كل اشي بمشي معكم بسهولة وبتكون الاعمال صعبة وممكن ترتفظ في اول مرة فلازم تكرر المحاولة اكثر من مرة عشان تنجز اعمالك او يتم الموافقة عليها برج الميزان ابيقى في الحظ في صفكم عاطفيا وماليا لانه هذا يعتبر البيت الخامس لالكم فهذا بعطيكم فرص حضوض عالية جدا حتى على المستوى العاطفي منكم بممكن يبدأ علاقة عاطفية او يطور علاقة عاطفية لمرحلة اكبر او يخطب بالفترة هاي يعني يصير في نوع من انواع الارتباط كزواج هاي برضو بتعطي فرص مناسبة للنساء اللي عندهم مشاكل في الحمل او النساء اللي حاب تحمل بالفترة هاي يصير عندها حمل للانجاب فهاي فترة مناسبة لهاي الامور ولكن في فترة نحوسة الشمس يصير نوع من انواع التوتر في علاقاتكم العاطفية وهذا الشيء ممكن يضر بنجاحك الشخصي وبرضو بعلاقتك العاطفية يستحسن برضو بالفترة هاي تجنب المراهنة على الحظوض اكثر وتجنب المعاملات المالية اللي هي المراهنات والمغامرات او تجربة الحظوض بالامور المالية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بيستفيدوا في مجال العقارات مجال السكن ممكن يستأجروا بيت جديد او يرحلوا بيت جديد او يهتموا في مجالات التجارة في مجال العقار رح يستفيدوا وبيعززوا الروابط العائلية بيصير عندهم كثير من المناسبات العائلية اللي بتكون لصالحهم ولكن في فترة انتحاس الشمس ممكن شوي الجو العائلي هيك يسود في نوع من انواع التوتر او القلق حول مسألة معينة او حدث معين ممكن صحة احد ابراد العائلة ممكن حدث عائلي معين مشكلة معينة تخلي الجو متوتر وهنا انت رح تكون مرغم على بذل جهد مضاعف ومستمر لأجل انك انت تقدر تمشي هاي الفترة اكثر وبرضو تتجاوز هاي الصعوبة برج القوس بالنسبة لما هوليد برج القوس هنا بينشطوا في مجال السفر والاتصالات والدراسة ومنهم اشخاص ممكن يشتروا سيارة او يهتموا بامور العلاقة بالسيارات او تصليحات ترتبات صيانة عامة للسيارات فعشان هيك الاهتمام رح يكون كتير في اجهزة الاتصالات بالكمبيوترات بالتليفونات وبالسيارات وبرضو بينشطوا بالسفر وبينشطوا بالحوارات والنقاشات بيميلوا برضو لا امور الها علاقة بالتبذير طاقتهم في الفترة السلبية للشمس وجهودهم وهذا شيء ممكن يسبب تغيير في كثير من التوجهات والاهداف عندك يعني تكون ناوي على شيء فجأة تغير قرارك وتروح لانت مقرر على شيء آخر بيستفيدوا برضو في هاي النقطة حتى طلاب المدارس ايجابيا في امتحاناتهم او بدراستهم اللي عنده سلعة معينة حابب بروجلها الفترة هاي المناسبة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هنا بيستفيدهم كثير ماليا بتتاح لهم الفرص لمكاسب مالية بتيجي اغلبها من عمل اضافي او ممكن يستردوا اموال بتعودلهم او يحصلوا على هدايا فهاي فترة ايجابية داعم لهم ماليا وممكن يهتموا للخلاص من ديون معينة او ترتيب وضع مالي معين بفترة وجود الشمس بصفة منتحسة هنا شوي بدك تحكم نقطة اللي هي رغباتك في نيل الارباح او ممكن شوي تطمع في بعض المساء المالية فعشان هيك ممكن هذه الشغلة تخسرك العمل فلا تطمع ولا تخلي رغباتك تسيطر عليك لانه شوي هاي رح تسبب لك بعض المشاكل وبرضو في بعض موليد برج الجدي ممكن يتحرضوا لصعوبات مالية فعشان هيك نقولهم ابعدوا عن المضاربات في السوق المالي برج الدلو طبعا بالنسبة لموليد برج الدلو زي ما حكينا بيبدأ التغيير عندهم الايجابي تدريجيا في اكثر من مجال مجال عاطفي مجال صحتهم مجال طاقتهم مجال حملهم في كل المجالات تقريبا ولكن بشكل تدريجي ولكن هنا بدهم ينتبهوا زي ما حكينا انه كل الامور هاي لغاية عيد ميلادهم الان في فترة نحوسة الشمس هاي الشغلة بتضر بمقاومة تقديل الجسدية فعشان هيك بيشعروا بعض موليد الدلو حتى بعد دخول الشمس على الدلو انه ما زالت صحتهم بدها بعض المتابعة او بعض المراقبة شوي بتخليهم في نوع من انواع الخجل او مترددين او الطموح شوي بقل عندهم ما في هذا الشغف اللي معروف عن موليد برج الدلو بين دفاعهم وطاقتهم كمان بتكون ديروا بالك على الامور المالية لانه هنا ممكن حتى طموحاتك المالية تصيبها بعض الاضطرابات فعشان هيك انتبه بردو على الامور المالية فترة مؤقتة تبتمضي على خير فبتكون تتحملوها ان شاء الله بتظلها افضل من الايام اللي مضت برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت هم طبعا اكثر الاشخاص اللي احنا بدنا نحذرهم واعتبروها هاي توقعات شهر اعتبروها ايش ما تعتبروها ولكنها خلص الشمس الان دخلت على الدلو على بيت متاعبكم هنا هم اكثر يعني انتوا اكثر الاشخاص اللي بتكون تنتبهوا لصحتكم بتكون تنتبهوا لنفسيتكم بتكون تنتبهوا لجسدكم ما في داعي انكوا تغامروا هاي فترة غربلة كل برج بدخللها كل يعني كل شهر في برج رح تمر علي هاي المرحلة فهاش سيجدوركم فمن الان لغاية عيد ميلادكم بتكون تتحملوا هاي الفترة ما تراهنوا على الحضود نهائيا ما تغامروا ما تجازفوا اذا شعرتوا بشيء غير اعتيادي طبعا هنا بتكون تراجعوا الطبيب مباشرة ما في مجال للمغامرات برضو حاولوا انه ما تخذوا بكلام اي واحد بيوعدكم بشيء لانه ممكن يخلف بوعده كثير من الاشخاص ممكن تطلع من حياتكم بهاي الفترة لانه هي فترة غربة اللي احنا منسميها فانتي بتغرب السنوات السابقة بتغربلها في هاي الشهر عشان مين اللي بدو يكمل معك للسنة القادمة عشان هيك بتكونوا مهيئين نفسيا دا هاي الفترة يعني ما في ايجابيات الا اللي هي حركة القمر ممكن بعضكم اللي بيشتغلوا في المؤسسات الكبيرة زي المستشفيات في السجون في المطاعم الكبيرة او بالشركات الكبيرة هدولا ممكن شوي يصير عندهم بعض التحسنات ولكن بالاغلب بيكون في نوع من انواع الضغط عليهم وفي نوع من انواع الصعوبة كيف يتكيفوا مع محيطهم مع حياتهم العائلية فعشان هيك يستحسن التجنب النزاعات والخلافات لانه بالفترة هاي اعداءكم اللي اقوى منك هيك بتمنى انه يعني انتهينا احنا من حلقتنا عن الشمس بتمنى انه كل اللي حكيته سلبي ما يصير بتمنى كل الايجابيات هي اللي تصير بتمنى توقعاتي كلها تكون غلط كمان احنا هنا منتوقع ما منتنبأ انا ما بعلمي الغيب هي مجرد حسابات وعلى اساسها كيف انا بحسب انا احبت لكوك وان شاء الله يا رب هكون حلقة علمية استفدتوا منها كيف احنا يعني هاي توقعات هذه كاننا توقعنا توقع شهر كامل لكل الابراج فعشان هيك نقول والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الي اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة